هذا أيضا سائل يقول شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صليت مع الإمام وأحسست بخروج الريح حين سلمت بعده أو مع الإمام فهل صلاة هذه صحيحة أو تلزمني الإعادة هذا الذي صلى مع الإمام وأحس بخروج الريح حين سلم فإن كان خروج الريح منه مع التسليم قبل تمامه والتسليم ركن من أركان الصلاة فصلاته لم تتم لأن التسليم لا سيما التسليمها الأولى ركن من أركان الصلاة فإن كانت تمت التسليمة الأولى فعلى قول الجمهور الذين يكتفون بها ويرون أن الثانية سنة صلاته صحيحة وعلى قول من يرى أن التسليمتين الأولى والثانية كلاه مارك كما هو معروف عند الحنابلة فإنه إذا خرجت منه الريح قبل تمام التسليمة الثانية فإنه يعيد صلاته ومجرد الإحساس بخروج الريح والمصلي في صلاته لا يكفي لقطعها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم ترجمة نانسي قنقر